بسم الله الرحمن الرحيم وديه اللي هي نظام شبكات الكمبيوتر يعني تعريف شبكة الكمبيوتر و أهمية الشبكات دي يعني عبارة عن توصيل ما بين جهازين أو أكثر من خلال اتصال سلكي أو لسلكي علشان يبقى فيه مثلا مشاركة للمصادر إيه المصادر دي؟ ربما تكون data يعني بيانات and devices أو يكون فيه devices يعني أجهزة طيب the most important benefits of a computer network يعني المنفعة المهمة أغلبية يعني المنفعة المهمة لشبكات الكمبيوتر the exchange of data and programs between the devices of the network يعني إيه؟ يعني تبادل البيانات والبرامج ما بين الأجهزة بتاعة الشبكة sharing some devices مشاركة بعض الأجهزة centralizing the data وكمان بنعمل data مركزية أو أفهمكم إزاي؟ أول واحدة اللي هي علشان نعمل تبادل ال data والبرامج والحاجات دي سي إن أنا عندي مثلا في لعب الكمبيوتر مثلا برنامج زي لنتوا بتشتعلوا عليه مثلا jump هل الأفضل إن أنا أحط البرنامج ده على جهاز جهاز أمشي على جهاز جهاز أعمله setup ولا إن أنا أحطه على جهاز واحد وأعمل share للبرنامج ده بحيث إن كل الأجهزة تشوفه أكيد إن أنا أسطبه مرة واحدة علشان كل الأجهزة تشوفه وأعمله share يعني علشان كل الأجهزة تشوفه طيب ده مش هيتوفر غير لو كان عندي شبكة طيب حاجة تانية لو في مثلا في بنك حد الفارع وحد الفارع تاني وعايزين مثلا تصديق على معاملة معينة أو حاجة معينة أو توقيع مطابق من فارع الفارع بتاع مثلا عميل أو كده هل مثلا عميل ده لازم يروح للفارع التاني عشان يجبلهم جواب لا لا خالص ده هو يعمله share مثلا للتوقيع المطابق ده في الفارع للعميل العامل فيه مثلا عنده التوقيع بتاعه ويشيره مثلا للفارع التاني والموضوع ظريف جدا ما فيه مشكلة الفايل بتاعه اللي فيه التوقيع يشيره هناك على الفارع التاني أو لو فيه حاجة معينة مش لازم يكون توقيع يعني طيب قدي كده عمل شير لملف مثلا طيب يبقى احنا عملنا شير لبرنامج شير لملف كاتب لي هنا بقى شيرينج سام ديفايسز يعني شيرينج سام ديفايسز يعني اننا يكون عندي اجهزة هل انتو في البيت كل واحد ليه راوتر معين ولا هو راوتر واحد وكلنا بندخل على الانترنت من خلاله يبقى دي اديه كده شيرينج سام ديفايسز طيب حاجة تانية برضو هل قسم الاي تي عندنا كل موظف مثلا ليه برينتر خاصة بيه اكيد لا هي برينتر واحدة يحطوها وهم عاملين ما بينهم نتوارك والنتوارك دي يقدر ان هو اي واحد فيها موجود على النتوارك دي يعمل ايه يعمل برينتنج للحاجة اللي هو عايزها عن طريق البرينتر الواحدة دي ادي كده شيرينج سام ديفايسز عن طريق عارفنا زي الراوتر وعارفنا زي البرينتر بتاعتنا طيب يعني الديتا تبقى مركزية على يعني جهاز سيرفر محدد والسيرفر ده محدش يقدر يدخل يكشف الديتا دي غير لما السيرفر ده يكون مفتوح خلاص كده السيرفر ده جهاز اساسي هو المسؤول عن ادارة الشبكة وبيكون عليه الداتا كلها ولو السيرفر ده او الجهاز ده مش مفتوح محدش يقدر يأكسس على على الداتا دي خلاص طيب عندي بقى بعد كده types of computer network range يعني الانواع بتاعت الشبكات الكمبيوتر حسب النطاق بتاعها local area network LAN دي زي اللي عندنا في المعامل بتاع الكمبيوتر او في المدرسة كلها خلاص كده دي LAN يعني هو شرط وجود مبنى او عدة مباني متقربة من بعضا يعني area واحدة طيب wide area network الهي الوان او الوان دي بقى حاجة تانية بقى الوان دي بقى زي بتاعت ايه زي بتاعت البنوك فروع كتير زي بتاعت وزارة تربية والتعليم مثلا عندنا عاملين احنا الشبكات بتاعتنا بتاعت المدرسة بنقدر ندخل على السيرفر بتاعة وزارة تربية والتعليم في الامتحانات وكلنا بنبقى ايه بنبقى مشتركين مثلا في طلبة السنوي لما بيدخلوا مثلا على السيرفر بتاع الوزارة وبيدخلوا على الامتحان مثلا خلاص يبقى احنا كده عندنا wide area network على نطاق واسع جدا مش شرط نكون قريبين من بعض في المكان وطبعا اكبر مثال على شبكة الوان هي شبكة الانترنت لان شبكة الانترنت شملة العالم كله طيب the concept of file sharing يعني ايه مصطلح file sharing ان احنا نعمل sharing للفايل يعني ايه يعني ايه نعمل يعني مشاركة للملفات sharing file is the process of spreading digitally stored information يعني هي عملية مش توزيع تقسيم الالكتروني او الرقمي للمعلومات such as documents زي الملفات المكتوبة documents electronic books الكتب الالكترونية computer software اي حاج خاصة بالsoftware زي اللي قلناها بتاعت الكمبيتر or multimedia audio files اللي هي sound files video or photos يعني انا ممكن اعمل sharing لكل الفايلات دي طيب this is to help accessing any of them through computer networks ده على شان ان احنا نساعد في الوصول لها عبر الشبكات where any file files can be shared as well as some of the devices such as printer among different network devices زي ما احنا قلنا كمان ممكن ان sharing ده بيساعد على مشاركة الاجهزة كمان مش الفايل بس طيب what is the name of your computer هل فكرتوا قبل كده ان كل كمبيوتر ممكن يبقى له اسم طبعا كل كمبيوتر ممكن يبقى له اسم واحنا بنسمي الاسم ده طب عايز تعرف الكمبيوتر بتاعك اسمه ايه هنروح على الايكون اللي اسمه my computer ولو عندك windows حديثة بيبقى اسمها pc وبنروح على pc او my computer right click عليها وبنقول له properties او personalize وبنجيب ايه هيطلع لي ال data بتاعة الكمبيوتر بتاعي اولها طبعا ال name ايه بتاع الكمبيوتر طيب accessing your colleagues folder or folders on a network search for the required device from computer networks icon يعني انت ممكن انت تدخل على folder على الشبكة عن طريق ان احنا بنعمل على networks icon بتاعي بدخل اعمل search علشان اشوف الكمبيوترات الموجودة على الشبكة عندي وقدر ان انا ادخل على computer منهم اوكي اه دي حاجة بسيطة عن computer networks و يعني يعني هيها مش معقدة هي معلومات بسيطة وزريفة وان شاء الله باذن الله تكونو استفدتو مرسي كدن و السلام عليكم